النهاردة كان المنتخب الأولمبي بيحسم المشكلة بتاعت سفره وعلى طائرة خاصة سفرت بعثة المنتخب الأولمبي إلى باريس هتلعب أو هتعمل معسكر إعداد قبل بداية الأولمبياد هيلعبه ماتشين ماتش مع العراق وماتش مع أوكرانيا قبل الدخول مباشرة في معترك الأولمبياد اللي هيبدأ المنتخب الأولمبي فيه مع الدومينيكان يوم 24 سبعة ثم 27 هيلعب مع أوزباكستان ويوم 30 المباراة الأصعب له في المجموعة هتكون مع أسبانيا كان فيه أزمة باشموندس في خصوص السفر تم الاستقرار ظهر اليوم على وضع ستيكرز دخول فرنسا على جوازات السفر للعبين والبعثة غادرت برئاسة اللوح المشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد ومعاه الكابتن محمد بركات عضو المجلس المشرف على المنتخب ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي بالكامل بالإضافة إلى اللاعبين اللي حضراتكم متابعينهم كلهم يمكن القيمة بتاعت المنتخب حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد سيحة في حراسة المرمى كريم الدبيس وحسام عبد مجيد وأحمد سيد عبد نبي ومحمد حمدي ومحمد طاري وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد في خط الدفاع وفي نص الملعب الاتنين اللي فوق السن الأولمبي محمد النني وأحمد سيد زيزو بالإضافة إلى لعيب المنتخب الأولمبي أحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي وفي خط الهجوم مستر ميكالي واخد بلال مظهر وأسامة فيصل الناس تبطول فيه ثلاثة لعيبة من نادي الآلي لا هو فيه سبع لعيبة بعضهم معار يعني المغربي وميسي يعني أنت قلت الأسماء أنا محمد مغربي وميسي وكان عندك أنت قبل كده وبيعته أحمد سيد عبد نبي لا هو أحمد سيد عبد النبي ومن ولادك برضه هو فايد أضع أقول إيه يعني اللي بالناس عمل أحياني يقولك فين قطاع الناشئين لا هو بيجيب وبيقدم وبيقدم للمنتخبات لكن تمثيل النادي الآلي بيلقى منافسة قوية جدا لأنه بيلعب في مستويات تملي ولادنا دول هم زخيرة بترجع علينا في الوقت المناسب بس بترجع ناضجة بقى وترجع تقدر تشيل مسؤوليات الكبرى النظام البطولة متقسمها لأربع مجموعات إحنا المجموعة الثالثة اللي معنا قلتلكوا أسبانيا وأسباكستان والدومينيكان الأول والتاني هيصعدوا لمواجهة أول والتاني بقى في دور التمانية المجموعة الرابعة اللي فيها اليابان والبراجوي ومالي ودولة الكيان دول الأربعة اللي موجودين في المجموعة الرابعة منتخب مصر لو صعد بإذن الله تعالى عنده فرصة للصعود تاني حتى لو وراء أسبانيا حيشوف مين الأول بين اليابان والبراجوي ومالي ودولة الكيان وقادر كريم يا عم بس مستوي خلي بقى لك هنا سنشوخ ده بلا من حاجة المنتخب الأسباني الأول كله مصغر السلو كله أولمبي لو شفنا كله منتخب شباب مش أولمبي الأمين الأمال ده هو جمال الأمين جمال من أصول مغربية ده نموذة ده 16-17 سنة بس أنا شفته من سنة يرتبق عليه قانون عمالة الطفل يقولك بعد سنة 11 أنا شفته السنة اللي فاتت مع المنتخب أسبانيا الأول وجاب جون برضو حاجة مبهرة جدا طيب أسبانيا أسبانيا ده متقلق مع برشلون بس أسبانيا بالنظرية دي لأن الحياة دي نظرية جديدة هذا التحديث الشديد والاعتباد على العناصر الشاب قوي حتى لو كانت أنت بتكلم في 16-17 سنة قصة أستاذ إبراهيم كل شيء رهن ظروفه لو لم يكن عندهم هذا الجيل القوي ما كانش حقدر ياخد التجربة دي لكن هو نظر لأنه عنده مواهب يعني فرضة نفسها قوي يعني مين يقعد الراجل لأمين ده ولا بيدرو ولا مش عارض بس هل ده مش مسج لكل الناس إن هي يمكنها الاعتماد على الشباب الصغير ما أنا بقولك لو عندك المستويات دي لأنت تعتمد عليه مين عنده مستويات زي دي ويجرؤ يتجهلها ما فيش أنت بتكلم على ناس مصنفة أفضل لعبة في العالم والحقيقة يلعبوا فينال الخبرات هنا بقى إنه كمان الشخصية اللي تخليك ما نعودش نتكلم في الخبرات هي برضو محتاجة بعض الجرأة ومسألة ولذلك كروش يمكن أنا وإنت وناس كتير كنا مش مرتحله قوي لكن مؤكد إنه كانت صاحب تجربة التحديث كان يجب أن تكتمل يمكن كنا شوفنا حاجة لأن أنت النهاردة برضو لما أنت عملت شوف هدافة دوري هتجدهم من ناس مش موجودين في المتخبات الأولى ولا يعني فأنا عايز أقول الكرة مصرية بشقم التنظيم يعني ناس عملتوا لك وده دوري ده لا ده المضيش إن بكل الخلل والفوضى والتنظيم السيء وعدم واجهة المشكلات بحلول علمية مستمرة ومنتظمة ورغم كده عندك دوري قوي جدا وعامر بالمنافسة أنت أنا أنا أدى لي أنا أنا من أنت كنت بتفرج على حد غير الأهل أنا بقى لي سنتين ثلاثة لو ألبت ولقيت ماتش ما بحاولش الأهل مش طرفه بكمله والآخر بلاقي فيه كورة حلوة جدا وبتكتب أسماء حد ولا بتكتبه لا أسماء مين ولا مين ولا مين بمناسبة الأسماء والنبي ما تاخده الكلام اللي بيتقال كل يوم أنا والله بحس أنا بشقك هروح طالب أمير أمير حد يتكلمك في عاقل خلال نعرفها يقول لي ولا لهوا بتسمع كلام لناس من خطر الإلحاح الإعلامي أقول برضو أسأل يمكن تعرف التشنيع بتاع الجوحة لا جوحة نايم الظهر فالعيال عاملين له دوشة تحت بيلعبوا بزيتة زيتة عاجي ما تشيهم فرح فتح الشباك يا أولاد يا أولاد بيت فلان اللي هو في الشارع الوراهم في الآخر دبحين وعملين فتح ويعزوما مجانين العيال جارت قال الله ده يمكن صحيح ورح نازل جاري وراه هو اللي عمل إشاء من ساعات في الدكتر الإلحاح من دور على الفتح لا هو عاد استهتر عشان كده أنا مش مات أنا ضد ما قولت ما تردش مش عارف ما يستهلوش لأ الإعلام والإلحاح الإعلامي بقى مؤسر وخطر خطر لأنه قد يقلب حقائق دامغة ويحولها إلى فراغ ويحط حقائق غير موجودة على أرض الواقع ويروح دحياتها أجيال جاية وتاريخ يكتب بعد كده الله أعلم الكتب إزاي اوعى تستهتر بأي كلمة وطول ما نردش عليها أستاذ براهي وأنت أستاذنا في هذا الكلام حبيبة بشانس عفوا المترجم للقناة